أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الرابع أهلاً ومرحباً بكم وعوداً حميداً لدروس الرياضيات أرحب بكم وأهنيكم بعودة الدراسة وباليوم العالمي للرياضيات الذي يصادف يوم الرابع عشر من شهر ماسر من كل عام نحتفل بلغة العصر وهي الرياضيات أقبلوا عليها بالدراسة رفع الله بكم الوطن السلام عليكم ورحمة الله يصحبكم في رحلتكم الأستاذ محمد ناجي معلم الرياضيات ومدرب النظام الجديد بإدارة ناصر التعليمية محافظة بن سويف ونبدأ بالدرس الأول وعنوان درسنا اليوم هو الكسور هنتكلم إن شاء الله في اليوم عن ما هو الكسر إزاي العدد الصحيح بيتحول لكسر وما هو الصورة الكسرية ويعني عدد كسري وإزاي حول الصورة الكسرية لعدد كسري كمان هعرف إزاي أقارن ما بين الكسور وإزاي أرتب الكسور تصاعدياً وتنهنزلياً هنبدأ لحلتنا إزاي نكتب العدد الصحيح في صورة كسر يمكن كتابة العدد الصحيح في صورة كسر بأكثر من طريقة لو إحنا عندنا مثلاً دي دائرة واحدة بيمثلها العدد واحد بالتالي أنا أقدر أقسمها إلى جزئين يبقى إسمها كام أيوة برافو عليكم الجزء ده اسمه نصف يبقى ده كده نصف وده نصف يبقى بتتكون من كم نصف أيوة من نصفان يبقى اتنين على اتنين يبقى اتنين على اتنين دي بتسوي كام ممتازين بتسوي واحد صحيح يبقى أنا الواحد الصحيح أقدر أحوله الكسر يبقى عبارة عن اتنين على اتنين طيب لو جزأت الدائرة بتحتي إلى ثلاث أجزاء يبقى الجزء الواحد ده اسمه إيه برافو عليكم اسمه سلس يبقى ده تلت والجزء ده كمان تلت ولادنا الشطار بيكتبه ممتازين يبقى ده كمان تلت وده كمان تلت يبقى هنا كم فيه كم تلت أيوة برافو هيبقى عندنا تلت أتلات يبقى تلاتة على تلاتة فبفرض الواحد الصحيح ده جزاته الأربع أجزاء يبقى الجزء ده اسمه إيه أيوة الجزء ده يمثل ربع تمام وكمان ده يمثل إيه ربع تمام وعندنا ده يمثل كم هيمثل الربع ويه الكاسر ده كمان الجزء ده يمثل الربع يبقى إذن الواحد ده فيه كم رب؟ أيوة يبقى فيه أربع أربع. يبقى إذن الواحد الصحيح بيساوي اتنين على اتنين بيساوي تلاتة على تلاتة بيساوي اربعة على اربعة وهكذا. يبقى احنا نقدر نحول العدد الصحيح إلى كسب. نقدر نكتب العدد الصحيح في صورة كسب بكذا طريقة. طيب عندنا حاجة اسمها صورة كسرية. يعني ايه صورة كسرية يا مصر؟ الصورة الكسرية اللي البسط فيها هيكون أكبر من المقام. يبقى ده اسمه صورة كسر وليس كسر. الكسر العادي بيبقى البسط أقل من المقام. الكسر العادي بيبقى البسط أقل من المقام. زي واحد على اتنين. ده نسميه كسر اعتيادي. ليه كسر اعتيادي؟ لأن البسط اللي هو اللي فوق اللي فوده اسمه بسط. الرقم اللي فوده اسمه بسط. أكبر من الرقم اللي تحت اللي هو كام اللي هو الاتنين. فالاتنين دي اسمها المقام. ليبقى لما يبقى البسط أقل من المقام. يبقى ده اسمه كسر اعتيادي طب لو حصل العكس وكان البسط أكبر من إيه من المقام وكان البسط أكبر من إيه المقام في الحالة دي هنسميه إيه أيوة هنسميه صورة كسرية هنسميه صورة إيه كسرية يبقى الصورة الكسرية هي الصورة اللي بيكون فيها البسط أكبر من مقام زي إيه نبديك مثال عندنا الخمسة على اثنين إيه ده البسط هنا كام البسط خمسة طب والمقام هنا كام؟ المقام هنا اتنين ايه ده؟ ده البسط فعلاً الخمسة هنا اكبر من كام؟ اكبر من الاتنين يبقى هنا البسط اكبر من المقام يبقى ده اسمه ايه؟ ايوه اسمه صورة كسرية يبقى ما هي الصورة الكسرية عشان لو جاهلك وقالك اديني مثال على الصورة الكسرية يبقى الصورة الكسرية اللي بقى البسط بتاعه اكبر من المقام فتقوله خمسة على اتنين سبعة على تلاتة ستة على اربعة يعني لازم الرقم اللي في البسط يعني الرقم اللي فوق يكون اكبر من الرقم اللي تحت يبقى ده اسمه ايه بولادنا يا شطار برافو عليكم ده اسمه صورة كسرية اسمه ايه صورة كسرية طيب ناخد مثال تاني اهو سبعة على كام على تلاتة ايو يا مستر صح السبعة اللي في البسط اكبر من التلاتة اللي في المقام يبقى ده اسمه ايه اسمه صورة كسرية يبقى 7 على 3 ده اسمه كسر اعتيادي ولا صورة كسرية؟ لا صورة كسرية الكسر الاعتيادي بيبقى بسطه أقل من المقام لكن هنا البسط اللي هو السبعة أكبر من المقام اللي هي كامل هي 3 فالكسر 7 على 3 ده هنسميه صورة ايه؟ هنسميه صورة كسرية طيب ناخد مثال كمين لو عندنا مثلا 9 على 4 أيها مستر صح البسط اللي فوق اللي هو التسعة أكبر من المقام اللي تحت اللي هي الكام اللي هي الأربعة يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه صورة كسرية تب ناخد مثال كمان على الصورة الكسرية 11 على 5 أيضا البسط اللي هو الـ 11 أكبر من المقام اللي هو مين؟ اللي هو الخمسة يبقى ده نسميه صورة كسرية يبقى الصورة الكسرية اللي فيها البسط أكبر من المقام يبقى ما هي الصورة الكسرية اللي فيها البسط أكبر من إيه؟ بين المقام، تب يعني ايه عدد كسري؟ مفهوم جديد برضو عن نتعلمه، العدد الكسري هو اللي بيتكون من عدد صحيح وكسر، يبقى ايزاً بيتكون من كم جزء؟ من جزء ايه؟ تب ما ناخد مثال اثنين صحيح ونصف، آه، يبقى ده ايه؟ يبقى ده العدد الصحيح، يبقى ده كده، الاثنين دي كده، ده العدد الايه الصحيح، تب واحد على اثنين ده الكسر، يبقى ايزاً لما نحطهم مع بعض، نحط الاثنين مع النصف، تتقير اث اثنين صحيح ونصف، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه عدد كسري، يبقى ما هو العدد الكسري؟ العدد الكسري اللي بيتكون من عدد صحيح وكسر، يبقى ما هو العدد الكسري؟ هو اللي بيتكون من عدد صحيح وكسر، فالاثنين هنا عدد صحيح، والواحد على اثنين ده كسر اعتياري، لما نضع العدد الصحيح مع الكسر الاعتيادي، يبقى اللي اثنين كده مع بعضهم اسمهم ايه؟ ايه؟ ايوه يكونوا عدد كسري، يبقى اثنين صحيح و نصف دي عدد كسري. تب ناخد مثال كمان. لما يقول لي خمسة صحيح وواحد على ثلاثة. او خمسة صحيح وثلث. او خمسة صحيح وتلت. خمسة صحيح وتلت. يبقى الخمسة هنا عدد صحيح. واحد على ثلاثة ده كسر. يبقى كله على بعضي اسمه ايه ايه? هيبقى اسمه عدد كسري. يبقى العدد الكسري اللي بيتكون من عدد صحيح وكسر اعتيادي. لما نضع الاتنين مع بعض هيتكون له ايه? ايوه هيكونه عدد كسري. طيب نشوف اللي بعدها. بيقول لي مثلا مثال تاني. سبعة صحيح واثنين على تلاتة. ايضا بيتكون من عدد صحيح وكسر. يبقى ده اسمه عدد كسري. طيب نشوف اللي بعدها. بيقول لي تلسعة صحيح واثنين على خمسة. ايضا بيتكون من جزئين هو العدد الصحيح والكسر. لما نضع العدد الصحيح على الكسر اللي اتنين مع بعضها يبقى اسموه معدد كسري يبقى تصعى صحيح واثنين على خمسة ده عدد كسري. يبقى كده انا عرفت الفرق ما بين الكسور الاتيادية والصورة الكسرية والكسر والعدد الكسري. يبقى عرفنا ان الكسور الاتيادية اللي البصت فيها اقل من المقام عرفت الصورة الكسرية اللي البصت فيها اكبر من المقام. وكمان عرفت العدد الكسري وهو اللي بتكون من جزئين من عدد صحيح وكسر تمام طب نقدر نحول واحد فيهم للتاني ايوة طيب تعال نشوف تمثيله الاول زي مثل العدد الكسري ده ايوه وبيقول لي ايه بيقول لي اتنين صحيح ونصف يعني اتنين صحيح يعني دايرة كاملة مظللة كلها يبقى ده اسمه واحد وده كمان واحد بكده اتنين صحيح ونصف يبقى النصف هنا اللي هو مين الجزء ده يبقى انا كده خدت اتنين صحيح ونصف يبقى دا النصف يبقى دا كده نصف وده واحد صحيح وده واحد صحيح يبقى واحد صحيح زائد واحد صحيح زائد النصف هيديني ايه ايوة هيديني الاتنين ونصف يبقى ايزا واحد صحيح زائد واحد صحيح زائد النصف هيديني العدد الكسري اللي هو اتنين ونصف ومثله ازاي بمثله بيدايرة كاملة تمثل واحد صحيح وده كاملة كمان بتمثل واحد صحيح يبقوا كده اتنين صحيح وجزء من الدائرة وهو نصفها يبقى اتنين صحيح ونصف يبقى كده عرفنا ازاي هنمثل العدد الكاسري بتاعنا تعلم ازاي نحاول العدد تكاسر الصورة الكاسرية هناخد طريقتين للتحويل انا عايز احاول اتنين وثلث انا خدت في اول شريحة ازاي حاول العدد العدد صحيح ده ممكن اخليه كسر ولا ما اقدرش اقدر طب انا في كسر بتاعي عايزه ايه عايزه اتلات طب الاتنين فيها كم تلت اقولك هي الواحد فيها كم تلت تقولي تلات اتلات يبقى الواحد فيه تلات اتلات يبقى تلات على تلاتة طب الواحد التاني فيه كم تلتها تقولي تلات اتلات يبقى تايه يبقى تلاتة على تلاتة يبقى الاتنين يبقى الاتنين بتساوي يبقى الاتنين بتساوي كم تل أيوة برافو عليك بتساوي 6 على 3 يبقى إذن الاتنين بيتكون من كم تلت من 6 أتلاتي يبقى أنا هنزل التلت هنزل الإيه التلت وأحول الاتنين إلى أثلاث هتبقى 6 على كام هتبقى 6 على 3 طب ما نجي نجمعهم المقام متساوي هنزل المقام 3 وهجمع 1 وال6 هيديك كام أيوة هيديك 7 يبقى يساوي كام يساوي 7 على 3 يبقى إحنا هنا حولنا العدد الصحيح إلى كسر وإحنا عرفنا أني احنا نقدر نحول العدد الصحيح إلى كسر بس حسنا أنا عايز أحوله وأدي إيه أنا كنت عايز أحول الاتنين دي الأتلات طب اللي تنين دي فيها كام فيها 1 صحيح وفيها 1 صحيح طب الواحد في كام تلت هتقول لي فيه ثلاثة أثلاس طب والواحد الثاني في كام تلت في ثلاثة أثلاث. يبقى نجمعهم يبقى ثلاثة أثلاث. وثلاثة أثلاث يبقوا كم؟ يبقوا ستة أثلاث. يبقى إذا ما نجي نجمعهم يبقى تلت زائد ستة أثلاث بسبعة أثلاث. بقى احنا كده حولنا العدد الكسري بدل ما كان عدد صحيح وكسر إلى صورة كسرية. يعني بسطها أكبر من مين؟ من مقامها. طيب ناخد مثال تاني عشان نشوف احنا هنعمل ايه؟ دي طريقة كده لتحويل الايه؟ العدد الكسر للصورة كسرية. طيب اهو يبقى انا عندي كده ادي تلت أثلاث. ودي تلت أثلاث يبقوا ستة. وكمان تلت يبقوا سبع ايه؟ يبقى كده سبع على تلات. يبقى احنا كده حولناها ازاي اهو؟ الواحد ده عبارة عن تلت أثلاث. والواحد التاني تلت أثلاث. وعندنا احنا اصلا موجود تلت. اهو. يبقى اذا انصاروا كم تلت نعدهم؟ هتلاقيهم سبع على كام؟ سبع على تلاتة. ولادنا شطار بيكتبه. يقولي طيب يا مستر نقدر نحلها بطريقة تانية. اقول لك اه. هنحلها ازاي? هنقول يساوي. واعمل كده. من المقام هنا? المقام تلاتة. تروح منزل المقام تلاتة بالشكل ده. طب واعمل ايه بعد كده? ايوة. اروح ضارب ايه الاثنين فيه التلاتة. والناتج. اروح جمعه على مين? على البسط. بالشكل ده. يبقى هنا هتبقى علامة زائد. طيب نضرب. اتنين فيه تلاتة بكام؟ بستة. اهيه. ستة زائد. مين? الواحد اللي موجود فوق. يبقى ستة زائد الواحد. هيقول له يساوي. هروح منزل المقام اللي هو تلاتة. وهجمع ستة واحد كام؟ سبعة. اهيه. انا كده جبتي نفسي مين? الناتج. نقول تاني احنا عملنا ايه? رحت عامل شرطة الكاس. ونزلت التلاتة بالشكل ده. وضربت الاثنين الصحيح في المقام اللي هو تلاتة. والناتج جمعنا عليه البسط. فضربت اتنين في تلاتة. طلعت بستة. زائد الواحد اللي موجود في البسط. طلعت سبعة على تلاتة. دي طريقة تانية ودي الطريقة اللي انت تقدر تحل ديها في الامتحان. لابقى ما يجي يقولك حول العدد الكسري الى صورة كسرية. تبقى تعمل ايه? هنحضر بين. اللي ايه العدد الصحيح في المقام. ونجمع عليه البسطة. بناخد ايه? امثلة تانية. بيقول لي حول العدد الكسري الى صورة كسرية. عايزة حول ان ايه العدد ده? هقول له يساوي. هقول له ايه? يساوي. نعمل ايه الاول? ايوة. هروح منزلين المقام اللي هو كام? اللي هو تلاتة. المقام عندي تلاتة هو. نزلته. طب وبعدين اروح ضارب. الخمسة في كام? ايوة هضرب الخمسة في تلاتة. وبعدين هجمع عليها البسط اللي موجود فوق. خمسة في تلاتة بكام? بخمستاشر. وزود عليها الواحد اللي موجود فوق يبقى كام? يبقى ستاشر. يبقى بستاشر على تلاتة. يبقى نقول ستاشر. طب ناخد نسال تاني. اهو نعمل ايه? ايوة. اولادنا الشطار يقول له يا مستر اول حاجة نعمل شرطة الكاس. ممتزين. وبعدين هروح منزل المقام. اللي هو كام هنا? اللي هو خمسة ممتزين جدا. طب وبعدين ياولاد. هروح بقى ضربين. السبعة في كام? في الخمسة. يبقى احنا هنا نعمل عملية ضرب. طب والناتج اجمع عليه البسط اللي موجود فوق. يبقى سبعة في خمسة بكام? بخمسة وتلاتين. سبعة في خمسة بخمسة وتلاتين. وزود عليهم الاتنين اللي موجودة فوق. يبقى كام? تبقى سبعة وتلاتين. يبقى صار الرقم كام? بقى سبعة وتلاتين على خمسة. فحولت العدد الكسري. اللي هو كان بتكوى من عدد صحيح وكسر الى الصورة ايه? كسرية. نشوف مثال تاني. بيقول لي تمانية وربع. اعمل ايه? ايوة برافو عليكم شطار جدا. انا تقول لي نعمل شرطة الكسر يا مستر. ممتازين. وهنزل المقام كام? ايه وهنزل المقام اربعة. برافو عليكم. تابوا بعدين هضرب. التمانية في كام في الاربعة. تابوا بعدين هجمع. عليها مين? هجمع عليها البسط. يبقى تمانية في اربعة في كام? باثنين وتلاتين. وهزود عليها واحد. هيبقى تلاتة وتلاتين. يبقى انا عندي ايه? العدد دي تيها هيبقى تلاتة وتلاتين على كام? على اربعة. فاتحولت من عدد كسري لصورة كسرية. تاخد مثال كمان. ايه ده المستر جايبنا همسيرة كتيرة? ايوة عشان تقدر تستوعب معي وتركز وتبدأ تحل. رافو عليكم. نكتب ايه اول حاجة? شرطة الكسر. ونزل المقام كام? سبعة. ممتازين. وبعدين ايوة ولادنا شطار بيقول يا هو يا مستر هنضرب. التسعة في كام? في السبعة. يبقى انا هضرب التسعة في السبعة. وبعدين هجمع عليها البسط اللي هو كام? اللي هو خمسة. يلا نضرب. تسعة في سبعة في كام? بتلاتة وستين. برافو عليكم. حافظين جدول الدار بولادنا ممتازين جدا. تسعة في سبعة بتلاتة وستين. تلاتة وستين ونجمع على خمسة? ايوة. هيبقى تمانية وستين. برافو على ولادنا شطار. يبقى تمانية وستين على كام? على سبعة. يبقى تمانية وستين على ايه? على السبعة. تعالوا نشوف حاجة تانية. تب نقدر نعمل العكس يا مستر. نقدر نحول الصورة الكسرية إلى عدد كسري. نشوف كده. خمستاشر على سبعة. ايوة مستر قال خلاص اول حاجة. هنا بقى خلي بالك البسطة اكبر من مين? من المقام. يعني ده اسمه ايه? ايوة. ده اسمه صورة كسرية. ده اسمه ايه اولاد? اسمه صورة ايه? كسرية. صورة ايه? كسرية. طيب وبعدين هنزل المقام كام? ايوة هنزل المقام سبعة. طب الخمستاشر. تقسيم كام? تقسيم سبعة. فيه جدول سبعة. حاجة تضيف سبعة تديه خمستاشر تقولي لا. طب نعمل ايه? ايوة. اروح منقص الخمستاشر دي وخليها كام? اخليها اربعتاشر. طب اربعتاشر بتقسيم سبعة. ايوة فيها مستر سبعة في اتنين. يبقى اربعتاشر تقسيم سبعة كام? اتنين ممتازين. يبقى انا هنزل اتنين صحيح. طب احنا عقلنا اتنين في السبعة بكام? باربعتاشر. انا اصحى من الخمستاشر الاصلي بفضل كام? يبقى باقي واحد. يبقى انا كده حولت الصورة الكسرية لعدد كسر. اقول تاني احنا عملنا ايه? اول حاجة عملت شرطة الكسر. نزلت المقام سبعة. بعدين روح تمقسم الخمستاشر على كام? على السبعة. ملقيتش حاجة تضرب في سبعة تدي خمستاشر. قلت عامل ايه? قلت خلاص هنقص الرقم ده. لغيت ما جيب رقم يقبل القسم على المقام. يبقى الخمستاشر خلتها كام? خلتها اربعتاشر. اربعتاشر لما يقسمهم على السبعة يديني اتنين. اهيه تبقى اتنين صحيح. حطها جنب الكسر. يبقى باقي كام? هو اتنين في سبعة بكامب اربعتاشر. وانا كان عندي كام اصلا? كان عندي خمستاشر. يبقى خمستاشر ناقص الواحد. ناقص الاربعتاشر يفضل واحد. طيب نشوف مثال تاني. عايز احول ده لعدد كسري. سهلة جدا. اول حاجة هنزل مين? هنزل المقام كام? ايوة خمسة. تلتاشر تقسيم خمسة. في رقم يضرب في خمسة ديك تلتاشر تقول لي لا. طب نصغره يا مستا هنخليه كام? هنخليه اتناشر. في حاجة تضرب في خمسة تديك اتناشر تقول لي لا. طب نخليها احداشر. في حاجة تضرب في خمسة تديك حداشر تقول لي لا. خلاص خليها عشرة. في حاجة تضرب في خمسة تديك عشرة. ايوة اثنين في خمسة يبقى العشرة تقسيم خمسة بكام باتنين طيب اثنين في خمسة بكام بعشرة بس انت كان عندك كام اصلا تلتاشر تلتاشر ناقص العشرة دي هيديك تلاتة باقي يبقى الباقي هنا كام الباقي هنا تلاتة يبقى نقول تاني احنا بنعمل ايه اولادنا نقول كمان اول حاجة انا عندي دي صورة ايه كسرية اروح منازل مين المقام اللي هو كام اللي هو الخمسة واشوف تلتاشر اقسمي على خمسة تقول لي ما فيش اروح مصغرة اخليها اتناشر ما فيش اخليها احداشر ما فيش اخليها عشرة اروح مقسم العشرة على مين على الخمسة عشرة على الخمسة فيها الكام فيها الاتنين والباقي كام والباقي تلاتة تعالوا نشوف بعد كده الكسور المتساوية وازاي نقارب ما بين الكسور اذا ضربت كل من حدي الكاس اللي هو البسط والمقام او قسمة على العدد نفسه مع عدد السف قيم تتكسر ما بتتغيرش لان انا بنحصل على الكسور المتساوية يعني لو عندي ده نصفه النصف ده انا عايز احاوله هو كان المقام كام كان المقام اتنين بقى كام بقى تمانية ايه ده هو زاد ولا نقص لا زاد يا مستر لما المقام بتاعك يزيد يبقى انت عملت عملية ضرب يبقى الاتنين اتضربت في كام عشان تبقى تمانية برافو عليكم اتضربت في اربعة ولادنا بيكتبوا يبقى انت ضربت فوق تحت بكام باربعة يبقى انت ضربت المكان في اربعة يبقى لازم تضرب البسط في نفس الرقم يبقى تضرب هنا كمان في يبقى تضرب هنا كمان في كام فاربعة واحد فاربعة بكام ايوه باربعة ممتاز يبقى احنا عملنا ايه لقيت ان المقام اتنين بقى كام بقى تمانية ايه ده ده المقام زاد اول ما يبقى المقام بتاعك يزيد يبقى انت بتعمل عملية ضرب يبقى انت بتعمل عملية ايه ضرب فالاتنين اتضربت في كام عشان تبقى تمانية ايوه ضربت فاربعة يبقى انت ضربت تحت التام في كام فاربعة يبقى لازم تضرب فوق فاربعة يبقى واحد فاربعة بكام باربعة. ده بناخد مثال تاني. اللي اربعة بقت كام? ستاشر. ممتازين. زادت ولا نقصت? هتقول لي زادت. زادت يبقى ضرب. يبقى انت كده اللي اربعة دي اتضربت. اتضربت في كام عشان تبقى اربعة? تبقى ستاشر. ايوة. اتضربت فاربعة. يبقى اللي اربعة دي اتضربت فاربعة. يبقى انت لازم تضرب فوق في كام? ايوة. يبقى لازم تضرب فوق كمان في ايه فاربعة يبقى تلاتة فاربعة بكم ايوة ولادنا الشطار بيقول يا مستر باثناشر يبقى ايزا اجابة هنا كام هتبقى اتناشر نقول تاني احنا عملنا ايه لقيت الاربعة زادت بقت كام بقت ستاشر وجدت ان الاربعة زادت بقت كام ستاشر طالما زادت الاربعة يبقى انت عملت عملية ضرب يبقى انت عملت عملية ايه ضرب ضربت في كام ايوة ضربت في اربعة يبقى لازم تضرب فوق كمان في ايه فاربعة تلاتة فاتت اربعة بكام؟ باثناشر. طبعا استراء اللي بعدية ايه 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 ايوة ال 25. ال 25 بقت كام? ايوة ولادنا شتال بيقولولو يا مستر ال 25 بقت خمسة. زادت ولا نقصت. لا يا مستر ده هنا نقصت. نقصات يبقى اذا هنا قسمة. يبقى انا هاعمل عملية ايه? اسما. ال 25 هقسم على كم تبدي خمسة ايوة 25 على الخمسة. يبقى انا هقسم على كام? على خمسة. طالما قسمت المقام على خمسة يبقى لازم تقسم كمان فوق على الايه على الخمسة خمستاشر تقسيم خمسة بكام ايوة برافو عليكم خمستاشر تقسيم خمسة بتلاتة نقول تاني يبقى الاولانية المجموعة الاولانية دي كان العدد المقام كان بيزيد فكت بعمل عملية ضرب لكن في المسألة هنا المقام نقص طالما نقص المقام يبقى انت هنا بتعمل عملية ايه بتعمل عملية تقسيم يبقى لخمسة وعشرين قسمتها على ايه على خمسة يبقى انت تقسم تحت على كام على خمسة يبقى تقسم فوق كمان على ايه على خمسة تاني نشوف الكسر اللي بعدك كده ايه ده الاربعتاشر بقيت كام بقيت اتنين زادت ولا نقصت برافو عليكم نقصت يبقى نعمل عملية تقسيم اللي اربعتاشر قسمتها على كام تبقى اتنين ايوة قسمتها على سبعة تبقى قسمت تحت فوق على سبعة لازم تقسم تحت كمان على ايه على سبعة ممتازين طيب 21 تقسيم سبعة بكيم من الشاطر اللي يقول لي ايوة ولادنا بيكتبوا هوا 21 تقسيم سبعة بثلاثة يبقى الإجابة بتحت هتبقى ايه هتبقى ثلاثة يبقى احنا هنا في المجموعة الاولى كان المقام بيزيد فاعملت عملية ضرب في المجموعة التانية المقام او البست اللي نقص فاعملت عملية تقسيم يبقى أنا أستنتج من كده إيه؟ إن أنا لما بيجي عمل تسوية للكسور ولقيت أن العدد حصله عملية زيادة يبقى أنا هعمل عملية إيه؟ ضرب هعمل عملية ضرب لأنه زاد طيب لو العدد حصله عملية نقص نقص يبقى نعمل عملية تقسيم يبقى نعمل عملية إيه؟ تقسيم بيقولي 16 على إيه 24 هروح دقصص على 24 بقت كم؟ هتقول لي بقت 6 يبقى أنت عملية عملية إيه؟ أيوة برافو عليك يبقى أنت عملت عملية تقسيم طيب 24 تقسيم 6 بكام؟ أيوة باربعة يبقى أنا أسمت على أربعة يبقى أنا أسمت على أربعة طالما أسمت تحت على أربعة يبقى لازم أسم فوق على نفس الرقم ما ينفعش أغيره ما ينفعش هنا أسم على أربعة وفوق أسم على ثلاثة مثلاً أو على اثنين لا لازم تقسم البسط المقام على نفس الرقم ما ينفعش تغير الرقم لازم نقسم على نفس الرقم يبقى 16 اسمتها على الاربعة فيها الكام ايوة فيها الاربعة يبقى الستاشر اسمناها على الاربعة فيها الايه فيها الاربعة طيب ايه ده ده الستة كمان بقت ايه بقت تلاتة يبقى احنا هنا عملنا عملية ايوة الستة بقت تلاتة بقى حصل ايه ناقصت يبقى نعمل عملية ايه تقسيم الستة تقسيم على الاتتة فيها ايه اتنين يبقى انا اسمت تحت على كام على اتنين يبقى لازم العدد اللي فوق كمان هقسمه على ايه على الاتنين أربعة تقسيم اتنين بكام ها مين يقول لي أولادنا أيوا برافو عليكم بيقول لي فيها الاتنين يا مستر يبقى فيها الاتنين يبقى في الأول خاصة الاربعة وعشرين بقت كام بقت ستة حصل ايه نقصت لما نقصت يبقى تقسل لما العدد بتاعك بينقص ما ننساش بنقسل اربعة وعشرين هنقسم على كام عشان تبقى ستة ايوة هنقسمها على اربعة طالما قسمت تحت على اربعة لازم تقسم فوق على نفس الرقم طالما قسمت تحت على اربعة لازم تقسم فوق على نفس الرقم يبقى 16، لما أقسمهم على الأربعة يديني كم؟ هيديني أربعة، يديني كم أربعة، يعطاني كسر تاني بيسويهم، طبعاً دي كلها كسور متساوية، الستة لقيتها بقت كم؟ بقت ثلاثة، إذا ده نقصت أيضاً، يعني طالما نقصت نعمل إيه؟ أيوة، هنعمل عملية تقسيم، فالستة تقسمتها على الاثنين بقت كم؟ بقت ثلاثة، يبقى أنت قسمت تحت على كم؟ على اثنين، لازم تقسم فوق على نفس الرقم، يبقى أربعة تقسيم اثنين يديك كم؟ يديك اثنيني، إحنا كده عرفنا إيه هي الكسور المتساوية، طيب، إزاي اختصر الكسر؟ يعني إيه اختصر الكسر؟ يعني أضعه في أبسط صورة، يعني إيه أضعه في أبسط صورة؟ يعني أقعد أقسم في الكسر بتاعي لغيت ما أوصل لأبسط كسر عندي، غيت ما أوصل لأيه؟ لأبسط كسر، طيب نشوف مع بعض، دي تلاتين ودي كم؟ اتناشر، في طريقتين، الطريقة الأولى، شوف التلاتين كم في كم، والاثناشر كم في كم، ونختصرهم، فالاثناشر عبارة عن إيه؟ عبارة عن اثنين في ستة، باثناشر، طيب والثلاتين، خمسة في ستة، يبقى خمسة في ستة، طيب وبعدين مستر، أيوة، هروح شاطب الستة، هختصرها مع مين؟ مع الستة، يبقى يديك كامل باقي أيوة، يديك اثنين على إيه؟ على خمسة، يبقى دا طريقة، يبقى الطريقة أن انت تقدر ايه؟ تشوف مكونات الضرب بتاع العدد، وتبدأ تختصر المتشابه، ونبدأ نختصر مين المتشابه، فالاثناشر كانت عبارة عن اثنين في ستة، والثلاتين كانت خمسة في ستة، اختصرت الستة مع الستة فيها الواحد، يبضل اثنين على كم؟ على خمسة، تب نشوف هنا، هنا المقام، أيوة، برافو عليك، ولدنا تاني، بقول لي ممكن يا فكرة تانية يا مستر، هي اليومية، ممكن نعمل إيه؟ أيوة، نبدأ نقسم، هو رقم الأحد هنا كم؟ هتقول لي خمسة، إيه دا؟ دا بيقبل القسم على خمسة يا مستر، أيوة، برافو عليك، يعني أقدر أسم فوقه تحت على إيه؟ على الخمسة، يبقى أنا أقول تقسيم خمسة، وتحت أقول تقسيم إيه؟ تقسيم خمسة، بالشكل دا، أعمل الخط، خمسة واربعين تقسيم خمسة فيها الكام، فيها التسعة، ممتزين، تبقى خمسة وتحتين على خمسة فيها الكام، فيها السبعة، إيه دا؟ خلي بالك أن البسط هنا أكبر من مين؟ البسط هنا أكبر من المقام، البسط أكبر من إيه؟ المقام، يبقى لازم إيه؟ أيوة، يبقى لازم لسه في اختصار كمان، هعمل إيه؟ أروح منازل المقام، سبعة، التسعة، تسعة. طي فيها كم سبعة? تقول لي فيها واحد. ايوة تسعة السبعة فيها الواحد. ويفضل كام ويبقى كام ويبقى اتنين. يبقى واحد صحيح واتنين على سبعة. يبقى انا كده ايه? اخلط وضعت الكسر في ابسط صورة. يبقى كلمة ضعف في ابسط صورة. يعني تقعد تبسط في الكسر. لغيت ما تجيب ابسط رقم. فكانت في الاولى. حليتها الطريقة. انت ممكن براحتك تختار اي طريقة. تختاري اما. تشوف نواتج الضرب بتاع العدد وتختصر المتشابه. فكان هنا الاثناشر يبقى عن اتنين في ستة. والتلاتين خمسة في ستة. اختصرت الستة مع الستة. يبقى فيها اتنين على خمسة. او تبدأ تقسم مباشرة. بتقول ان هنا ده عدد احد وخمسة. والعدد التاني برضو احد وخمسة. تقسم بسطا ومقاما على خمسة من طريقة قابلة القسم على خمسة. يبقى خمسة واربعين تقسيم خمسة فيها تسعة. وخمسة واربعين تقسيم خمسة فيها السبعة. وجدت ان البسط اكبر من المقام. يعني الصورة الكسرية. لازم احوله لعدد كسر لزي ما تعلم. نزلت المقام سبعة. شفت التسعة فيها كم سبعة فيها الواحد. ويفضل اتنين. لان واحد بسبعة بسبعة من تسعة يبقى بقي اتنين. طيب نشوف مثال كمان. بيقول لي اه عايزين نبسط ايه الكسر ده? هقول له ساوي ساوي. طيب هعمل ايه الاربع十ار عدد ايه? ايه وا عدد زوجي. والستاشر كمان عدد ايه? اتقول لي عدد زوجي. بتقول العدد الزوجي لي بتقبل القسمة على كيم? ايوة ممتازين. بتقبل قسمة على اتنين. ما احنا خدنا قابلات القسمة. يبقى الستاشر كمان هقسم على كم? هقسمة على ايه? على اتنين. يبقى هعمل ايه? اروح منزل. العدد صحيح خمسة اهو. انا مجدش جنبين. ونزلتl. كسر. وابدأ ابصت بقى. اربعتاشر بتقسيم اتنين فيها الكام. ايوة برافو عليكم شطار. فيها السبعة. طبو الستاشر على اتنين فيها الكام. ايوة. فيها التمانية. يبقى انا كده بصتت الكسر بتاعي. عن طريق الايه? القسمة. عن طريق مين يا ولاد? عن طريق القسمة. يبقى انا كده قدرت ابصته. طب واحدة كمان. بيقول لي كارن. بوضع مين اكبر او اصغر او علامة يساوي. عايزين نقارن ما بين الكسور. ايوة. الولايات بيقولين يا مستر. هنا عشان اقدر اتقارن. لازم اوحد المقامات. او اعمل طريقة المقاص. تعنقى اناعمل طريقة المقاص. يبقى الخامسة اللي في المقام دي تتضرب في مين? في الواحد اللي هناك. يبقى الخامسة في الواحد بكم? هتقول لي بخامسة. هروح كاتبها هنا كده. طب والتنين اللي في المقام التاني هتتضرب في الكام في التلاتة. يبقى يديك ستة. بالشكل ده. يبقى مين الكبير? هتقول لي الستة اكبر من مين? اكبر من الخامسة. يبقى احنا كده عملنا المقارنة. طب نشوف مثال تاني. هنا يا مستر نعمل ايه? ايوة نفس الفكرة. المقام ده كام ستاشر. هاضربه في مين? في البسط اللي هناك. يبقى ستاشر. في ايه? في الواحد دي كام بالستاشر. روح كاتبها فوقية. بستاشر في واحد بالستاشر. طب المقام التاني اللي هنا. اللي هو كام اتنين. هاضربه في ايه? في البسط اللي هناك. يبقى اتنين فاربعة بكم بتمانية يبقى من الكبير هتقول للستاشر اكبر من مين اكبر من التمانية طيب نشوف المقارنة اللي بعد كده عندنا ايوة هنا بقى في ايه اه ده عدد كسري وده ايه صورة كسرية يبقى لازم احول العدد الكسري ده الصورة كسرية زي ده تمام يبقى هعمل ايه هضرب اتنين في كام في تلاتة والناتج هزود عليه الواحد زي ما المستر علمني يبقى انا عشان احولوا لازم الاثنين بقو نفسي الحكاية ده صورة كسرية يعني ما عندوش عدد صحيح يبقى لازم اتخلص من العدد الصحيح اللي هنا يبقى اتنين في تلاتة بكام اول حاجة اعمل ايه ايوة اول حاجة المستر قال لتعمل شرط الكاس وتنزل المقام كام وتنزل المقام تلاتة اتنين في تلاتة بستة واحد سبع بقت سبع على ايه على تلاتة ايه ده ده البسط متساوي لما يتساوى البست يبقى المقام الصغير هو صاحب الكسر الايه يبقى ايزا سبعة على تلاتة هتبقى ايه هتبقى اكبر. نقول لها تاني اول حاجة وجدت ان ده عدد كاسري. لو وجدت ان ده عدد كاسري. نقول لها بيقول لي مستر لما وجدنا عدد كاسري عملنا ايه ايه ايواء روحت عامل خط الكاسر ونزلت المقام اللي هو تلاتة ده ربط اتنين في تلاتة بستة زودت على واحد بقيت سبعة. نعمل ايه ممكن نعمل طريقة المقاص اربعة في سبعة بكام بتمانية وعشرين. يبقى نكتب تمانية وعشرين هنا. وهناك تلاتة في سبعة بكام بواحد وعشرين. يبقى بي من الكبير ايواء التمانية وعشرين اكبر من الواحد وعشرين. ولا تقول لي ممكن يا مستر تحنا تاني ايواء حاضر اهو هنمسح اهو. اكدنا نسا ما حللناش ونبدأ نحلها تاني بالشكل ده. اتنين في تلاتة بكام? اول حاجة تعمل لي خط الكاسر كده. وتنزل المقام كام تلاتة اهو بالشكل ده. ونضرب اتنين في تلاتة بستة. معك واحد يبقى سبعة. يبقى سبعة على تلاتة. بقى انا هنا بقى الكاسر بتاعي ده بقى كام? بقى سبعة على تلاتة. بقى انا هنا هنزل ايه? العلامة الكاسر اهي. ودي سبعة على اربعة. تعالي بقى نقارن ما بين الكاسرين ايه الجداد. هضرب اربعة في سبعة بكام? بتمانية وعشرين بالشكل ده. وهضرب التلاتة اللي هو المقام في البسط اللي ناكتب 7 كان بواحد وعشرين. يبقى مني الكبير ايوه يبقى الثمانية وعشرين اكبر من الايه الواحد وعشرين. واحنا كده عرفنا حلناها ازاي? ايوه عرفنا يا مصر احنا حلناها ازاي? طيب نشوف اللي بعد كده. مثال اللي بعدين بيقول لي رتب الكسور ترتيبا تصاعديا. يعني رتب الكسور ترتيبا تصاعديا. يعني ترتبها منين من الاصغر للاكبر 3 على 8 و 5 على 6 و 7 على 12 عشان اقدر ارتب الكسور دي لازم اوحد المقامات باجاد المضاعف المشترك الاصغر المصر ايه نبدأ يبدأ علينا طريقة ايه كويسة جدا للمقارنة اروح اعمل خط كده وخط بالشكل ده عندنا المقام الاولاني كان 8 اهو يبقى المقام الاولاني تمانية طيب والمقام التاني 6 اهو بالترتيب كده وانا ماشي والمقام التالت كام 12 اهو بالشكل ده يقول المقام التاني ايه 12 هبدأ اضاعف اللي هو الثمانية والستة والاثناشر لغت ما اجيب المضاعف المشترك الاصغر اللي ما بينهم هبدأ اضاعف الثمانية المضاعف الثمانية يعني اضاعف الثمانية يعني ازود تمانية زيها تمانية زي التمانية كام 16 تمام يبقى زيها. يبقى 6 زائد 6 كام? 12 اهو بالشكل ده. تمام. ابدأ اضعف ال 12. 12 زائد 12 كام? 24. يبقى احنا كده ضعيفنا. لسه ما وصلناش لنفس الرقم. دي 16 وده 12 وده 14 مختلفة. طيب. ال 16 دي اروح مزود عليها كام? ايوة ازود عليها 8. ما احنا قلنا هنا بمضاعفات التمانية. يعني كل مرة ازود 8. ال 16 لما زود عليها 8 يطلع لي كام? ايوة يطلع لي 24. ايوة يا مستر اهو ده في رقمين? زي بعض. لسه بقي ده بقى. تعال نشوف ده لما هنزوده كده. هنزود ال 12 دي نزودها 6 زيها تبقى كام? ايوة هتبقى 18. اهو تمام. طيب ال 18 زودها 6 كمان تبقى كام? ايوة هتبقى 24. ايوة يا مستر? احنا وصلنا نفس الرقم. اللي هو كام هنا نفس الرقم اللي هو 24. يبقى هنا بقت 24. وهنا بقت 24. وهنا بقت 24. برافو عليكم ولادنا بيكتبوا كل الاجابات. يعني المقامات كلها بقت كام يا مستر? بقت 24. ايبقى انا هعمل خط اهو بالشكل ده. وفاصلة وخط. وفاصلة وخط. المقمات كلها بقت كام هتبقى كامل جديدة هتبقى 24. ايبقى انا هكتب هنا المقام كام 24. والمقام الثاني هيبقى كام 24. والمقام الثالث هيبقى 24. تعالنا عدى بقى احنا وصلنا لـ 24 دي ازاي? نعدى كده. أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة يبقى الرقم ده اتضرب في تلاتة بقى هنا هضرب في تلاتة وانا هضرب كمان في تلاتة اهو نضرب بقى البسط تلاتة في تلاتة بكام بتسعة يبقى الاولان يبقى تسعة على اربعة وعشرين تاب التاني ده لما وصل الى اربعة وعشرين كم رقم تعني نعدي كده كم خطو ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة يبقى انا هضرب هنا في كام ايوه هضرب في اربعة ممتازين يبقى هنا هضرب في اربعة وهنا كمان هضرب في ايه في اربعة يبقى خمسة في اربعة بكام يبقى هنا ضربت في اربعة خمسة في اربعة بعشرين يبقى هنا بقى عشرين على اربعة وعشرين تاب نيجي نعدي التانية ادي واحد اتنين يبقى ده الكاس ده يتضرب في كام عشان نقدر نوحده عشان واحد مقاماته في اتنين. بقى انا هضرب انا في اتنين. و هضرب انا في اتنين. سبعة في اتنين بلي كام؟ باربعتاشر. يبقى انا ضربت في ايه اربعتاشر. كده المقامات موحدة ولا لا؟ تقول لي ايوه يا مستر كده المقامات بقت ايه؟ بقت موحدة. طيب نقدر نرتبهم ايوه. انا عايزة نرتب ايه؟ تصعوديا. يعني تصعوديا. يعني من الاصغر للاكبر. من اصغر واحد فيهم اتقول لي 9 على 24. 9 على 24 ده اللي هو بتاع مين بتاع الكسر 3 على 8. يبقى اول كسر عندي هيبقى 3 على?, على 8. يبقى ده الكسر أصغر كسر فيهم. طيب الأصغر العشرين على 24 ولا الـ 14 من الأصغر الـ 20 ولا الـ 14. هتقول لي لا الـ 14. يبقى بتاع الكسر كم أيوة؟ يبقى الكسر بتاع الأصل 7 على 12. يبقى إزا الكسر التاني هيبقى 7 على ايه؟ على 12 فاصلة. يبقى أخر كسر هنكتبه كم؟ خمسة على ستة. يبقى أنا كده رتبت الكسور بتاعتي ترتيباً إيه تصاعدياً. يبقى عشان أرتب الكسور لازم أوحد المقامات. لازم أوحد إيه المقامات. يعني خلي المقامات كلها إيه نفس الرقم. فلإيه روحت واخد المقام تمانية. أهو كتبته والمقام الثاني ستة وروحت كاتبه والمقام الثاني 12 وروحت كاتبه. ضعفت التمانية بقى تمانية ضعفتناها تمانية بقى ستاشر. زودت عليها تمانية كمان بقى 24. روحت واخد المقام اللي هو ستة. وزودت عليه ستة زيه بقى 12. واللي 12 زودنا عليها ستة بقى 18. وال18 زودنا عليها ستة بقى 24. المقام الثالث اللي هو الـ 12. زودنا عليه 12 زيه بقى 24. وصلت النفس الرقم اللي هو 24. 24 24. يبقى أنا كده جبت المضاعف المشترك الأصغر. روحت عامل شرطة كاس وشرطة كاس وشرطة كاس عشان أنا عندي ثلاث كسور. خليت المقامات الجديدة 24 اللي أنا وصلت لها。 عديت شفت الكاسر الأولاني هادربه في كام عشان يبقى 24. فبدأت أعد هدي واحد هدي ثلاثة. يبقى أنا هضرب هنا في تلاتة. ثلاثة في تلاثة بتسعة. التانية عديت هدي واحد اتنين ثلاثة اربعة. يبقى ضربنا في أربعة. خمسة في أربعة بعشرين. التانية ضربت في اتنين عشان احنا عدناهم لديهم اتنين. يبقى سبعة في اتنين بأربعة عشر. بدأت ترتب بتاعت الكسور بتاعت ترتيبا تصعوديا يعني من الأصغر للأكبر وجدت أن 9 على 24 هو أصغر كسر وهو الكسر الأصل بتاعه 3 على 8 فكتبت 3 على 8 جيت ليه 20 و14 وجدت أن 14 على 24 هأصغر من 20 على 24 فال14 هنا كانت صاحبة الكسر 7 على 12 فكتبت الكسر الثاني 7 على 12 وفي الآخر كتبت الكسر بتاعت ال20 اللي هو 5 على 6 يبقى أنا كده رتبت الكسور بتاعتي ترتيبا ايه تصاعديا طيب بيقول لي بعد كده رتب الكسور ترتيبا تنازليا يعني ترتيبا تنازليا يا مستر أيوة الترتيب التنازلي يعني من الكبير برضو نفس الفكر هعمل ايه أيوة ولدنا خلاص مسكل ودع والألم براح معدقين على تراح عاملين خط هنا وخط كده ويهي هيمسكلتنا مقام الاولاني هنا كام خلي بالك أنا بوحد المقامات مش البسط لما ديش دعب البسط هنا تلاتة والتنين وسبعة أنا مش هكتبه أنا باكتب المقام اللي تحت المقام اللي تحت هنا كام 5 اهو يبقى أنا هكتب 5 المقام الثاني كام 3 اهو بالشكل ده 3 المقام التالت كام 15 يبقى انا هكتب 15 بالشكل ده هبدأ بقى اعمل ايه هبدأ اضاعف ال ايه الخمسة وضاعف الثلاثة لغة ما اوصل لمن للخمستاشر الخمسة هضعفها تبقى كم هتبقى عشرة العشرة زود عليها خمسة تانية هتبقى كم هتبقى 15 تمام نيجي نضاعف الثلاثة الثلاثة نزود عليها ثلاثة تبقى الستة الستة نزود عليها ثلاثة هتبقى تسعة التسعة نزود عليها ثلاثة هتبقى اتناشر. الاثناشر هنزود عليها تلاتة تبقى خمستاشر. يبقى احنا وصلنا ان المقامات بتاعتي كلها هتبقى كام? هتبقى خمستاشر. يبقى ما هو هو ما هو المضاعف المشترك الاصغر? اهو هنا هيبقى خمستاشر اهو بالشكل ده. وهنا كمان هيبقى خمستاشر. وهنا كمان هيبقى ايه? هيبقى خمستاشر. يبقى انا عندي كده المضاعف المشترك الاصغر خمستاشر. يعني هواحد المقامات بتاعتي على كام. ايوة ممتازين. هواحد المقامات على خمستاشر. يبقى انا اعمل شرطة كاس. وبعد ذلك هنزل الفصلة. وشرطة كاس. والفصلة. وشرطة كاس. المقام الجديد يبقى كام. ايوة. هيبقى خمستاشر. يبقى المقام ده هيبقى خمستاشر. والمقام ده كمان هيبقى خمستاشر. والمقام التالت كمان هنحوله الى خمستاشر. طيب تعال نشوف احنا ضربنا في كام؟ تعال نعد عشان نعرف احنا هنضرب في كام؟ نبدأ نشوف ولادنا أيوا ولادنا هنبدأ نعد ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة باول رقم ده هيتضرب في اول كاس ده هنضربه في تلاتة عشان نحوله لمقامه تساوي هضرب في تلاتة فوق وضربت فعلا في تلاتة تحت داتة افصى وخمستاشر وكتبتها خلاص هضرب بسط البسط تلاتة في تلاتة بكام؟ بتسعة يبقى هنا البسط بتاعي بقى تسعة التاني هبدأ عد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انا هضرب هنا في خمسة يبقى هنضرب هنا في خمسة بالشكل ده وهضرب كمان المقام في خمسة لان احنا هنا في الكسور نضرب نضرب في نفس الرقم يبقى اتنين في خمسة بكام؟ بقى عشرة يبقى ايزا الكاسر التاني هيبقى عشرة الاخير بقى نعدي كلا هنا كام؟ ايوه هنا واحد يبقى هنا ضربت في ايه واحد يبقى هنا هضرة في واحد وينا كمان هضرة في واحد سبعة في واحد بكام بسبعة كده انا وحدت المقامات اقدر اقارن بسهولة جدا انا عايزة ارتبهم ايه تصعودي ولا تنازلي ولادنا شطار بيقولها مثلا احنا عايزين نرتبهم ترتيبا ايه ايوة ترتيبا تنازليا يعني من الكبير من اكبر كسر فيهم برافو عليكم من العشر على الخمستاشر اللي هو صاحب الكسر كام اصلا اثنين على ثلاثة يبقى اول كسر عندي هيبقى كام هيبقى اثنين على ايه على ثلاثة يبقى ده الكسر بتاعي يبقى اول كسر عندي اثنين على ثلاثة واعمل ايه اعمل الفصلة بتاعتي وابدأ اشوف الكسر اللي بعد كده ده خلاص خلصناه من الكسر الكبير تسعة على الخمستاشر ولا السبعة على الخمستاشر ولادنا بقوله لا التسعة يا مستر برافو عليكم من كسرها الاصلي تلاتة على خمسة بقى انا هكتب هنا تلاتة على كام ايوة على خمسة ممتازين وبعدين هاعمل الايه الفصلة يجي اخر كسر عندي سبعة على الخمستاشر اللي هو ايه نفسه سبعة على خمستاشر يبقى اخر كسر عندي اللي هو يبقى اصغر كسر موجود هو سبعة على خمستاشر يبقى في ترتيب الكسور سواء ترتيب الكسور تصاعديا او ترتيب الكسور تنازليا لازم اوحد المقامات لازم المقامات بتاعتي تكون ايه نفس ايه نفس المقام فليت المقام عندي هنا كام خمسة فكتبت خمسة المقام التاني ثلاثة كتبت ثلاثة المقام الثلاثة خمستاشر كتبت الخمستاشر وبدأت أضاعف كل كسر فالخمسة ضعفتها يعني زودت خمسة زيها بقت عشرة العشرة زودت عليها خمسة كمان بقت خمستاشر وصلت النفس لإيه العدد ده قلت خلاص يبقى لازم الثلاثة برضو ممكن توصل لخمستاشر بدأت أضاعف ثلاثة يبقى ثلاثة زودت عليها ثلاثة بقت ستة والستة زودت عليها بقت تسعة زودت على تسعة تلاتة بقت اتناشر والاثناشر زودنا عليها تلاتة بقت كام بقت خمستاشر يبقى المقامات التلاتة بقى يقام ايوة بقوا نفس المقامة هو خمستاشر 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 يبقى هعمل شرط الكسر واكتب المقام الجديد خمستاشر وشرط الكسر واكتب المقام الجديد خمستاشر وشرط الكسر واكتب المقام الجديد خمستاشر طب انا هنا زودت كم مرة تعاني عد ادي واحد اتنين تلاتة يبقى انا هضرب هنا في ثلاثة. طب التاني نعد. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. يبقى ضربتي في خمسة. يبقى ضربتي الاثنين هنا في خمسة. طب هنا كم رقم? هتقولي رقم بس. يبقى ضربنا في واحد. يبقى نضرب تلاتة في تلاتة. طب عدو تسعة. اتنين في خمسة. بعشرة. سبعة في واحد بسبعة. بدأت كده ارتبت الكسور بتاعتي تنازلين. شفت مين الكبير. التسعة ولا العشرة ولا السبعة لقيت العشر اكبر يبقى مين هو الكسر بتاع العشر على الخمستاشر لقيته اتنين على تلاتة اللي هو فوق منه على طول كتبت اتنين على تلاتة بعد كده شفت الكسر الكبير التاني التسعة ولا السبعة التسعة على خمستاشر والكسر الاكبر فوجدت تلاتة على خمسة هو الكسر الاصلي كتبت تلاتة على خمسة وفي الاخر كتبت الكسر المتبقي وسبعة الخمستاشر هو كان اصلا سبعة الخمستاشر فكتبته يبقى احنا كده عرفنا ازاي نرتب الكسور تصاعديا وايه وتنازليا ايه اللي احنا تعلمناه النهاردة اتعلمنا ان الكسر بتاعي اقدر احوله من صورة كسرية من صورة كسرية الى عدد كسر والعكس قدر تحول الصورة الكسرية الى عدد كسر والعكس وان الصورة الكسرية اللي البسط بتاعها اكبر من المقام ولكن العدد الكسري اللي بيتكون من عدد صحيح وكسر وعرفنا ازاي نحولهم الاثنين كمان أعرفنا إزاي نقارم ما بين الكسور بطريقة المقاص كنت بأضرب المقام اللي في الكسر الأولاني في بسط الكسر الثاني ومقام الكسر الثاني بسط الكسر الأول وأبدأ أقارمنا بين النواتي ووضع علامة أصغر وأكبر وكمان أعرفنا ترتيب الكسور سواء تصعودين أو تنازليا عن طريق توحيد المقام وإيجاد المضاعف المشارك الأصغر للكسور وبعد كنا نبدأ عملية المقارنة إلى هنا نصل لنهاية حلقاتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة كان معكم الأستاذ محمد ناجي معلم رياضيات ومدارب النظام الجديد في إدارة ناصر التعليمية ومحافظة بن سويب في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته